تحيي أوكرانيا اليوم يوم المدافعين عن الوطن وبهذه المناسبة شهدت كاتدرائية القديسة صوفية بالعاصمة كييف صلاة حضارها الرئيس بيترو بورشينكو مع عدد من ممثلي الديانات الأخرى في أوكرانيا ثم افتتح مدرسة ثانوية عسكرية في كييف بورشينكو وخلال خطاب بهذه المناسبة أشار إلى أنه خلال سنتين ونصف من القتال في منطقة الدنباس ختل أكثر من 2500 جندي من بين 280 ألفا من الأوكرانيين الذين قاتلوا في شرق البلاد وأشار الرئيس الأوكراني إلى أن العدوانة الروسية متواصل وأن التهديد العسكري ما زال قائما مؤكدا أن أوكرانيا لن تتخلى عن شبر من أراضيها الأوكرانيون لم يتركوا البلد المعتدي ينفذ مخططاته العدوانية نحن لم نقم ولن نقوم بحروب عدوانية نحن لم نلعب يوما دور المعتدي ولكننا لن نسمح بأخذ حقنا ولدينا ما نستقبل به الضيوف غير المدعوين من جاءنا بالسيف فبسيفه سيقبر وبالدرع الذي تشكله قواتنا المسلحة ترجمة نانسي قنقر